موسيقى 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 الإقامة الإنسانية أو اللجوء الإنساني كما يطلق عليه هو نوع من أنواع الإقامات التي تمنح حق الحماية للأشخاص الفاقدين لإمكانية البقاء في أوطانهم لأسباب معينة مذكورة في اتفاقية جنيف عام 1951 ووقعت عليها 130 دولة بما فيها تركيا وبموجب هذه الاتفاقية تمنح تركيا الإقامة الإنسانية لمن تنطبق عليه الشروط وفي اجتماع عقده والإسطنبول ونائب وزير الداخلية التركي في السابع من الشهر الماضي أعلن مدير هجرة إسطنبول لعظم السلطات التركية منح الإقامة الإنسانية للسوريين غير القادرين على تجديد جواز السفر لدى قنصلية النظام نظرا لمحاولات الاستغلال والكلفة المالية الكبيرة تفاصيل أكثر بعد هذا الانفغراف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 أيضا نصت على موضوع الحماية المؤقتة من أجل التفريق بين الإقامة الإنسانية والحماية المؤقتة كون الإقامة الإنسانية لا يمكن منحها لعدد كبير من الأشخاص أو لا يمكن أن تتم بالسرعة التي تمت بها منح الحماية المؤقتة للسورين لهيك تركيا قننتها وفق شروط معينة قالت أن الشروط أن يكون شخص غير قادر على العودة التي بدأت في الوقت الحالي بسبب ظروف سياسية معينة أو بسبب ظروف خطرة على حياته سواء كان سياسية أو غير سياسية أو بسبب ظروف طبية معينة يعني هذا الشخص بحاجة لعلاج وهو لا يمتلك أي إقامة فهذا يعد شخص تنطبق عليه شروط الإقامة الإنسانية والتي يمكن أن يستحصل عليها من قبل أو يتم منحها من قبل تركيا ويستحصل عليها من قبل إدارة الهجرة طب شو الفرق بين الإقامة الإنسانية وبين بطاقة الحمال المؤقتة الكبنك أو حتى الإقامة السياحية شو هي ميزاتها؟ تماماً الإقامة الإنسانية مثل ما قالنا تمنح للشخص دون أي شرط ودون أي رسم بالإضافة أنه بيكون هذا الشخص مجرد حصوله على الإقامة الإنسانية هو شخص مقيم في تركيا بشكل نظامي ويستفيد من كافة الخدمات التي تقدم للاجئ في تركيا أي تعليم صحة؟ تماماً بالنسبة أهم الخدمات هي التعليم والصحة وتكون بشكل مجاني يعني مختلفة على الإقامة السياحية الإقامة السياحية هي أن هذا الشخص مجبر أنه يكون عنده تأمين صحي بإضافة ممكن أنه يتم تحصيل رسوم بقبل موضوع التعليم أما بالنسبة للإقامة السياحية فهذا الشخص معفى من أي رسوم بالنسبة للتعليم كما هو معفى من أي أجور ناتجة عن الطبابة نعم طيب هل يستطيع من يحمل الإقامة الإنسانية أن يعمل في تركيا؟ ما الشروط؟ هل يحتاج أيضاً لإذن عمل مثل الإقامة تحت الحماية المؤقتة؟ تماماً هلأ أي شخص في تركيا يريد أن يعمل يجب عليه أن يحصل على تصريح عمل خاص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؟ ولكن هذا الشخص نحن كونه هو معفى من كثير شروط للحصول على الإقامة من أنه ما يكون عنده مثلاً جواز سفر في صلاحية أو 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 فهون لما بيخضع لما بيطلب العمل فهذا الشخص بيكون ملزم أنه الشروط اللي بتحطى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فهون هذا الشخص مجبر أنه يكون عنده جواز سفر في صلاحية ليتقدم لإذن العمل يعني يكون فهون بتتحول إقامته من إقامة إنسانية رح تصير إقامة عمل دائماً نحن في بعض الأشخاص بيكون مثلاً مخالفين في تركيا ولا يستطيعون الذهاب مغادرة تركيا ومن ثم الرجوع إلى تركيا من أجل تصحيح وضعه القانوني في تركيا فهون ممكن هذا الشخص بيلجأ لباب الإقامة الإنسانية إذا تم الموافقة على منحه الإقامة الإنسانية من قبل إدارة الهجرة في تركيا فهون ممكن يحصل عليها وإذا أراد العمل فبيكون الإقامة الإنسانية باب لتصحيح وضع القانوني في تركيا ومن ثم بيحصل على إقامة عمل ولكن نحن مثل ما قلنا أنه إقامة العمل هي يجب أن يحقق الشروط المنصوص عليها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعي ولو كان هذا الشخص حاصل على إقامة إنسانية يجب عليه تحقيق هذه الشروط من أجل الحصول على إذن عمل مجرد ما حصل إذن عمل هو حصل بيكون على إقامة عمل بتكون موازية للإقامة الإنسانية لأن الإقامة الإنسانية ممكن يحتاج إلى شروط معينة لتجديد يعني دارة الهجرة تمنح الإقامة الإنسانية لمدة أول مرة لمدة سنة ثم يتقدم إليها بطلب تجديد فتم منحة ممكن أن يتم منحة لمدة سنتين دون الرجوع إلى وزارة الداخلية ولكن أحيانا بالمرة الثالثة ممكن إذا أدم هذا الشخص ولأوا أنه ما عاد في أسباب أنه هذا الشخص يظل مقيم في تركيا أو الأسباب التي دعت لإعطاء الإقامة الإنسانية قد زالت فهون لن يتم منحه إقامة ولن يتم تجديد إقامة الإنسانية مرة سالسة لهيك نحن نقول أنه أحيانا الشخص إذا قدر يصحح وضعه القانوني عبر الإقامة الإنسانية وكان أراد أن يعمل فيجب عليه الحصول على إذن عمل هناك بعض الأشخاص يقولون أنه ممكن أنه يعمل بشكل مخالف للقانون يعني بدون إذن عمل ولكن نحن لا ننصح بهذا الشيء لأنه هذا الشخص في حال ضبطه وهو يعمل فيسر يطبق عليه القانون بشكل كامل مثله ومثل أي مقيم في تركيا هلأ هنا نحن دائما بتكون عبارة عن غرامات إدارية ممكن ببعض الشروط الخاصة مثل الشخص الذي عم يعمل بالسياحة أنه يتعرض للغرامات الإدارية بالإضافة إلى الجزاءات اللي بتكون نص عليها نصوص خاصة بوزارة السياحة أما الباقي الغرامات هي بتكون عبارة عن غرامة إدارية على صاحب العمل وغرامة إدارية على الشخص اللي عم يعمل دون إذن عمل يعني أيضا من أهم العقبات اللي بتواجه السوري الحاصل على بطاق الحماية الموقعة والكملك أنه إذا بده يسافر من ولاية لولاية بده إذن سفر وأيضا إذا حب أنه يسافر براءة تركيا ما فيه يرجع لتركيا شو هي الفرق؟ تمام هلأ الفرق بين الإقامة السياحية والحماية المؤقتة بس بموضوع السفر خارج تركيا هلأ السفر داخل تركيا في بعض الولايات بتشترط عندها منحة الإقامة الإنسانية أنه الشخص يستحصل على إذن سفر من نفس الولاية في حال رغبتي بالسفر ضمن الولايات هلأ إذا الشخص أراد السفر خارج تركيا تمنحه هذا الحق ولكن بشرط أنه يكون عنده جواز سفر في صلاحية لأنه تركيا فقط تمنح الإقامة ولا تمنحه سيقة سفر فهيك هذا الشخص لازم يكون عنده جواز سفر في صلاحية لا يقدر يسافر إلى خارج تركيا ولكن يمتنى عليه السفر إلى موطن الأصل بمجرد الشخص سافر لموطن الأصل وكان يحمل الإقامة الإنسانية مجرد عودته إلى تركيا سوف يتم أبطال الإقامة الإنسانية الخاصة فيه لأنه مجرد سفر إلى تركيا فهو زال السبب الرئيسي من أسباب منحه حتى لو ما سافر لبلده يعني لا لا إذا ما سافر لبلده ما عنده مشكلة يعني فيه غادر برات تركيا ويرجع ولكن إذا سافر لبلده الأم هنا لما بيرجع تركيا إذا كتشفت تركيا هذا الشيء بتم إلغاء حقا يعني إذا هو رجع بلده هو هربع منه لأنه السبب الرئيسي نحن قلنا لمنح الإقامة الإنسانية هو أنه هذا الشخص ما بيقدر يعيش بلده وممكن يتعرض لضرر في بلده فلهيك تم منحه الإقامة الإنسانية بمجرد هو الشخص راح لبلده يعني ما عليه أي خطر بمجرد دخوله لبلده ورجع على تركيا فهو يعني زال عنه الخطر أو هو بالأساس ما كان عليه خطر فتقوم تركيا بإلغاء الإقامة الإنسانية اللي حصل عليها بسبب دوال السبب يعني تمام أما يمكن للشخص طالما هو حاصل على جواز سفر السفر إلى أي بلد أراد بما أنه ذكرنا إذن السفر من يومين دائرة الهجرة نزل التعميم بإيقاف منح إذن السفر هلأ هنا نحن إدارة الهجرة طبعا نحن نتعب على وزارة الداخلية هلأ نحن دائما موضوع إذن السفر هو شأن داخلي بيكون ممكن أنه نحن ما عنا دلالات عنه ممكن أنه الشيء اللي صار مثلا من يومين بإسكندرون ممكن هذا الشيء يكون بعض الآثار ممكن بسبب موضوع جائحة كورونا أنه زدادة عدد الإصابات كمان هي من أحد الأسباب فإدارة الهجرة هي بتأدر هذه الظروف بالنسبة للأشخاص المقيمين ضمن الحماية المؤقتة أو المقيمين ضمن الحماية الإنسانية هلأ نحن ننوه لنقطة كثير مهمة بالنسبة للسوريين هلأ نحن بالفترة الأخيرة هي صدرة تصريحات كانت عن والي إسطنبول ونائب وزير الداخلية التركي ومدير إدارة هجرة إسطنبول بآلية جديدة بالنسبة للسوريين لمنحهم موضوع الإخيامة الإنسانية الأشخاص اللي انتهت جوازاتهم أو الأشخاص وما فيهم يجددوها أو ما بيمتلكوا الإدارة التجديدة والأشخاص بس في عدد كثير كبير من السوريين هني أساسا يعني خلصت جواز سفر مدد جواز سفر خالصة وما أدري مي يجددوه تماما فكان هو الحل عبر طرح موضوع الإقامة الإنسانية كونه الإقامة الإنسانية ما فينا يعطوها العدد كبير من السوريين تماما نحن لا مو ما فينا يعطوها العدد كبير نحن الملاحظة اللي كانت أنه وضع قانون الحماية المؤقتة كان رديف لموضوع الإقامة الإنسانية كونه نزوح الكبير آلية منح الإقامة الإنسانية ممكن تاخذ المرة الأولى مبدأة ستة أشهر ولكن بطاقة الحماية المؤقتة كانت سريعة تم أعطاها تقريبا لحوالي 200 أو 300 ألف خلال أيام مجرد هي كانت عبارة عن بداية كانت عبارة عن أحصاء وتقييد بالنسبة لإقامة السياحية لا يجب الشخص أنه يتقدم لإدارة الهجرة بطلب ومن ثم تم الموافقة على طلبه وتم منحه الإقامة الإنسانية لأول مرة نحن نقطة الهامة الموضوع السوريين بسبب التصريحات اللي طلعت نحن أكيد هي تصريحات جدية وهي تصريحات عبارة عن قرارات صدرت ولكن إلى الآن لم يتم العمل بها يعني إلى الآن لم يتم تطبيقها فنحن أهم نقطة بالنسبة لنا السوريين أنه يحاوزوا على الوضع القانوني لهم في تركيا من خلال إقامة السياحية أو إقامة العمل لبين ما يصدر التعليمات التنفيذية لهي القرارات وتصير هي عبارة عن واقع موجود موجود ضمن إدارة الهجرة يعني يصير معمول به من إدارة الهجرة ولكن إلى الآن لم يتم صدور موجود كقرار كقرار رسمي موجود ولكن إلى الآن لم تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة فيه هلأ نحن بالنهاية في كثير أشخاص سوريين أحياناً بلتفتوا لموضوع الشائعات أو اللي كانت قبل سترة صحيح خاصة عن وسائل التواصل الاجتماعي تماماً نحن نحن نأكد أن هذا القرار هو قرار رسمي وقرار موجود ولكن إلى الآن لم يدخل حيز أتا آلية لتطبيقه إلى الآن ما فيه الأحصاءات اللي ممكن أنه أكبر عدد ممكن من السوريين أنه قديش هيكون العدد اللي ممكن يمنحوا للسوريين عدد الإقامات الإنسانية يمكن لحد الأقصى تمنح للسوريين لهذا الآن هذا الشيء ما لهم موجود لهيك نحن نقول أنه لكل الأشخاص السوريين أنه متأملين بهذا بهذا القرار أنه تمام نحن هذا القرار إن شاء الله سيكون موجود سيتطبق خلال الفترة القادمة لكن الآن يجب على الشخص أن يحافظ على وضع القانوني في تركيا إذا كان هذا الشخص مقيم بموجب إقامة سياحية يجب عليه حتى الآن تجديد جواز سفره من أجل تجديد الإقامة السياحية لأنه الشرط الأساسي لتجديد الإقامة السياحية وجود جواز سفر في صلاحية بالنسبة لأشخاص اللي عندهم إقامة عمل وليس إذن عمل نحن اللي خاص بالحماية الموقتة كمان أنه يسعوا لتجديد إذن العمل لما يمكن أن تصدر الآلية الطفل يلي بيولد على الأراضي التركية كمان أشخاص لازم كملك يا أم أصدار كملك له أو إذا كان الأب والأم يملكون إقامة سياحية إصدار إقامة سياحية وفق الشروط المعمول فيها بالوقت الحالي إلى حين صدور التعيمات التنفيذية للقرار الصادر عن والي اسطنبول أو القرار الصادر عن وزارة الداخلية بتطبيق موضوع الإقامة الإنسانية للأشخاص السوريين الذين انتهت جوازات سفرهم ولا يستطيعون تجديدها عبر كونسولية النظام هل فينا ناخد موضوع الجنسية التركية عن طريق إقامة الإنسانية بعد سنتين أو ثلاثة؟ تماماً هلأ هنا بنص القرار وبنص قانون الأجانب اللي صدر لنا بالـ 2014 قالت أنه موضوع الإقامة الإنسانية لا تعتبر مدة من أي إقامة تانية في تركيا يعني آخر فقرة كانت منه أنه موضوع الإقامة الإنسانية لا يمكن اعتبارها كمدة من أي إقامة أخرى هذا الشيء يعني أنه هذا الشخص إذا كان حصل على الإقامة الإنسانية وبعدها حصل على إقامة العمل لا يمكن الاعتداد بالمدة أنه نحن مدة الخمس سنوات للحصول على الجنسية فهي إبارة مثل ما قلنا إبارة عن إقامة تمنح دون أي شرط مستعجلة لنقول عليها تماماً للأشخاص اللي لزينا بحاجتها ولا يمكن أن تحقيق ميزة موضوع الجنسية نحن مثل ما قلنا الشيء اللي بيستفيد منها الأشخاص الميزات هي التعليم والصحة وبالإضافة أنه دخول لسوق العمل بشكل قانوني صار في ضجة كثير مؤخراً على وسارة التواصل الاجتماعي حول هذه الإقامة يعني أنت نصيحتك كمحامي لأي سوري معه الكيملك بطاقة الحماية المؤقتة هل يفكر بالإقامة الإنسانية أو لا يضل على وضعه؟ نحن لما صدر التصريح عنوان إسطنبول قال الموضوع اللي حامل الكيملك هو مستسنى بموضوع الإقامة الإنسانية هل نحن في شغلة ما كتير أنه الناس تعرفة أنه الميزات اللي بتحملة بطاقة الحماية المؤقتة هي أكبر بكتير من ميزات الإقامة الإنسانية هل الحماية المؤقتة هي بتمنح هذا الشخص الحق بالعمل بمجرد الحصول على تصريح عمل تساوي الشخص بالشخص التركي يعني لا يطبق عليه نظام الكوتا في العمل الإقامة الإنسانية لا تعامل هذا الشخص هو على أساس أنه هو أجنبي في حال إرادة العمل يعمل وفق النظام مطبق من وزارة العمل يجب أن يكون لديه جواز سفر كونه عنده إقامة هو بالإضافة للخدمات الطبية والصحية هلأ بالنسبة للأصحاب الحماية المؤقتة هم معفين بشكل كامل بالنسبة للجنسية الاستثنائية هم مطبقة عليه ضمن الحماية المؤقتة للشخص السوري إذن هي فقط لمن يملكونها إقامة سياحية وخلصة الإقامة أو كل الجواز سفر ممكن يحولوا على إقامة نحن أكثر أشخاص مقيمين على أراضي التركية ويحملون الإقامة الإنسانية المصريين وللأسف نحن المصريين كثير يعانون موضوع بعضهم يعني بيعاني موضوع الإقامة الإنسانية لهذا دائما أحيانا في منهم بيرجعوا بيحاولوا أن يصححوا وضعهم يقلبوا لإقامة سياحية أو إقامة عمل ليخلصوا موضوع الإقامة الإنسانية بتكون فيه أحيانا مثل ما قلنا أنه ما فيه مثل يرجع على بلده لأنه يتم إلغاءه فيه كثير شغلات بيعانوا منها ولكن نحن بدنا نأكد أن الحماية المؤقتة بالوضع الحالي في تركيا ما بيحقل لون الإقامة الإنسانية ما بيحقل لون الإقامة الإنسانية ولكن تحمل إيجابيات أكبر منه من أي إقامة في تركيا بس ولكن ينقصها موضوع واحد اللي هو موضوع أنه السفر خارج تركيا أنه الشخص لا يملك حق السفر خارج تركيا بدنا شكرك جزيلا شكر الأستاذ المحامي وأستام عبد الرحمن على المعلومات القيمة اللي أعطتناها هاليوم شكرا شكرا لك شكرا أيضا لكل اللي شافونا اليوم لو هون بتخلص فقراتنا نظرونا بكرة بذات التوقيت 6 بطاقة دمشق شكرا للمشاهدة